اشتركوا في القناة اليوم الاثنين الموافق العاشر من يناير من العام الفين واثنين وعشرين وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال الأسبوع ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعي الالكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة من قسم الأخبار الاقتصادية تجدون الرزنامة الاقتصادية وجميع الأوقات الظاهرة أمامكم هي بتوقيت مكة المكرمة إذن اخواني العزاء يوم الثلاثاء سوف يكون لدينا حزمة من البيانات الهامة تبتدأ بالبيانات المؤثرة على الدولار الاسترالي وهي الريتيل سيلز مبيعات التجزئة وتصنف من بيانات ومؤشرات الأرقام القياسية الخاصة بالتضخم ثم سوف يكون لدينا خطاب للسيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي ومن ثم سوف يطل علينا السيد جيرون باول بشهادة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومن ثم تختتم البيانات اليوم الثلاثاء بتقرير توقعات الطاقة في الأجل القصير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إذن أخواني العزاء يوم الأربعاء سوف يكون لدينا هناك بيانات هامة فقط على الدولار الأمريكي وتصنف من مؤشرات الأرقام القياسية الخاصة بقياس التضخم في الاقتصاد الأمريكي وهي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثم سوف يكون لدينا تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام ومن ثم يوم الخميس أيضا سوف يكون هناك بيانات فقط تؤثر على الدولار الأمريكي وتصنف أيضا من ضمن مؤشرات الأرقام القياسية الخاصة بالتضخم وهو معدلات الشكاوة من البطالة ومن ثم سوف يكون لدينا مؤشر أسعار المنتجين إذن أخواني العزاء تختتم البيانات لهذا الأسبوع بيوم الجمعة بحزمة من البيانات على الجنيل استرليني تبتدأ بالناتج الإجمالي المحلي ومؤشر الإنتاج التصنيعي ومعدل تغير الناتج الإجمالي المحلي على الأساس الشهري وثم سوف يكون لدينا أيضا بيانات هامة على الدولار الأمريكي وهي الريتيل سيلز مبيعات التجزئة وتختتم البيانات لهذا الأسبوع بخطاب السيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة التحليل الفني الأسبوعية ونذكر أن هذه الفقرة هي على المدى المتوسط وليست على الشورت تيرم وبإذن الله سوف نحدث في البرودكاست للتحركات قصيرة المدى وفقرة التحليل الفني اليومية أيضا سوف نتحدث على النظرة قصيرة المدى على الشورت تيرم ولكن في التحليل الفني الأسبوعي نتحدث على النظرة الشاملة لحركة خلال الأسبوع إذن أخواني العزاء نبدأ بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إنديكس وهناك بوادر لمحاولة استعادة الزخم الإيجابي الصاعد لمؤشر الدولار الأمريكي وإذا نجح مؤشر الدولار الأمريكي باختراق مستوى 96.100 والذي يلتح معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد يعود الدولار مجددا لاستعادة قوته ومحاولة الانطلاق وزيارة مستويات 96.500 و97.500 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار هو الآخر يقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 1.13300 والذي يقترب منها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكونا منطقة دعم ثانية متحركة قوية والذي في حال نجحت الأسعار بكسر هذا الدعم سوف نشاهد محاولات لعودة الأسعار إلى المسار الرئيسي الهابط واستهداف مستويات الـ 1.12600 وقد نشاهد على اللونغ تير مستوى الـ 1.12000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن الباوند لا يزال يستغل تراجع الدولار الأمريكي ويحاول أن يثبت قوته ويستمر في التريند الفرعي الصاعد وإذا نجح بتأكيد اختراق مستوى الـ 1.35800 قد نشاهد انطلاق للزوج وتحقيق المزيد من المكاسب للجني الإسترليني واستهداف مستوى الـ 1.36251.36800 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ولا يزال يتماسك الدولار الأمريكي وهناك تماسكات للأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولن يستطيع الدولار الأمريكي أن يستعيد قوته مجددا وأن يعتبر هذا الهبوط الذي فيه الزوج عبارة عن تصيحات ويستطيع الزوج إنهائها إلا إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 115.870 قد نشاهد إنها التصيحات وملاحظة الزوج ينطلق ويستهدف مستوى 116.350 وقد نشاهد مستويات 117.170.500 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونلاحظ أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من دعم هام جدا وهو مستوى 1.26.500 وبكسر هذا الدعم سوف نشاهد امتداد التراجعات ليزور الزوج مستويات 1.25.850 وقد نشاهد مستوى 1.25.000 خلال التداولات القادمة شرط إلغاء السيناريو السلبي الهابط للزوج هو عودة التداولات أعلى مستوى 1.27.250 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري وهناك محاولات للدولار الأمريكي لتحقيق بعض من المكاسب وحتى اللحظة لن يستطيع الزوج العودة إلى المسار الصاعد بشكل فعلي إلا باختراق مستوى 0.92.350 والثبات أعلى حين سوف نشاهد قوة للدولار مجددا واستهداف مستويات 0.93.93.450 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون وهناك محاولات لاستعادة الزخم الإيجابي الصاعد وإذا نجحت الأسعار بشكل عام بالعودة على مستوى 157.200 والثبات أعلىها قد نشاهد انطلاق للزوج ليستهدف مستوى 158.100 وقد نشاهد مستوى 160 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي وهو الآخر يحاول استعادة الزخم الصاعد ولكن حتى اللحظة إذا نجح باختراق مستوى 0.71800 والثبات أعلىها قد نشاهد محاولات لامتداد الموجة التصحيحية الصاعدة نحو مستوى 0.72600 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الزوج إلغاء السيناريو التصحيحي الصاعد إلا بعودة الأسعار مجددا دون مستوى 71350 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولا نزال على نفس النظرة السابقة حيث أن الدولار الأمريكي لا يزال يتمسك بمكاسبه مدعوما بالعديد من المؤشرات الإيجابية أهمها وعلى رأسها ثبات التداولات أعلى مستوى الثلاثة وهو مستوى المحور ونقطة البايفيت والذي يلتح معه المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وحتى اللحظة إذا نجحت التداولات باختراق مستوى 14 ليرا للدولار الواحد قد نشاهد تحقيق المزيد من المكاسب للدولار الأمريكي وقد نشاهد الزوج يزور مستويات 15 ليرا و15 ليرا ونصف وقد نشاهد مستويات 17 ليرا خلال التداولات طويلة المدى على اللونغ تيرم ولكن يشترط لتحقق الإيجابية للدولار الأمريكي هو اختراق مستوى 14 ليرا للدولار الواحد وأيضا شرط استمرارية النظرة الإيجابية للزوج هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 13 أما أخواني العزاء في حال تم كسر مستوى 13 ليرا للدولار الواحد فسوف نشاهد إنهاء الصعود وقد نشاهد عودة الأسعار مجددا لقوة الليرا التركية وقد نشاهد مستويات 12 ومستويات 10 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية ونلاحظ حتى اللحظة أن الزوج لا يزال يتداول في ظل المسار العرضي وفي ظل القناة المحصورة ما بين مستوى 9 و 9.20 ولا نزال منذ العام السابق الأسعار تتحرك في ظل القناة المحصورة منذ الـ 26 من نوفمبر من العام 2021 ونحن نشاهد التحركات العرضية ما بين الدعم والمقاومة المذكوران والواضحان أمامكم في الرسم البياني ولن نستطيع أن نحدد مسار واضح وصريح للزوج إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وشاهدنا البيتكوين حتى اللحظة لا يزال يتعرض للضغوط البيعية وحتى اللحظة استمرارية تداولات البيتكوين دون مستوى 48 ألف دولار لا تزال تضعه في وضع حرج وتحت الضغوط البيعية وكسر مستوى 40 ألف دولار قد يعمق من خسائر البيتكوين والذي قد نشاهد من خلال كسر مستوى 40 ألف دولار مستوى 36 ألف دولار و30 ألف دولار خلال التداولات القادمة ولن يستطيع البيتكوين التحرر من الضغوط البيعية ومن النظرة السلبية إلا بعودة التداولات أعلى مستوى 48 ألف دولار مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي وهو الآخر لا يزال يتعرض لضغوط بيعية شديدة حتى اللحظة ولن يستطيع الريبل التحرر من هذه الضغوط إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 80 سنت حتى اللحظة هناك ضغوط بيعية وكسر مستوى 70 سنت سوف يدخل الريبل في ظل تكبده المزيد من الخسائر الذي قد تهوي به إلى مستوى 60 سنت و50 سنت للريبل الواحد ولن يستطيع الريبل العودة مجددا والانتعاش إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 80 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أخواني العزاء أن هناك العديد من التساؤلات للذهب وسوف نتحدث من نظرة فنية بحتة لملك الملاذات الآمنة الذهب إذن أخواني العزاء نلاحظ أن ملك الملاذات الآمنة الذهب يقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 1784 دولار للأنصة الواحدة ولا يزال يتعرض للضغوط البيعية من استمرارية الأسعار دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وكسر مستوى 1784 دولار للأنصة الواحدة قد يكلف الذهب الكثير وقد نشاهد مستويات 1765 دولار و 1740 دولار للأنصة الواحدة ولن يقف نزيف ملك الملاذات الآمنة الذهب ويستعيد الذهب عافيته إلا بعودة التداولات أعلى مستوى 1815 دولار للأنصة الواحدة فحينها سوف تعود الأهداف المنتظرة بالقرب من مستويات 1835 و 860 دولار مجددا إذن أخواني العزاء لدينا مفتاح التداول لهذه الجلسة ولهذا الأسبوع وهم مستوى 1784 دولار و 1815 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أخواني العزاء أن الفضة حتى اللحظة متأثرة بملك الملاذات الآمنة الذهب وتتعرض للضغوط البيعية هي الأخرى وتقترب أسعار الفضة من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 21 دولار فاصلة 90 سنت والذي بكسرها سوف يعمق من خسائر الفضة وقد نشاهد مستويات 20 دولار فاصلة 80 سنت وقد نشاهد مستويات 20 دولار على اللونغ تيرم ولن تستطيع الفضة تحرر من الضغوط البيعية واستعادة الزخم الصاعد مجددا إلا بعودة التداولات أعلى مستوى 23 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام هو الآخر لا يزال يتمسك بالترند الإيجابي الصاعد وحتى اللحظة تداولات النفط إذا استقرت أعلى مستوى 77 دولار ونصف وأعلى المتوسط المتحرك لا تزال النظرة الإيجابية للنفط الخام هي المسيطرة وقد نشاهد استهداف لمستوى 81 دولار للبرميل الواحد و85 دولار للبرميل الواحد خلال التداولات القادمة وإشترات لتحقق الأهداف المذكورة واستمرارية الإيجابية للنفط الخام هو الحفاظ على التداولات أعلى مستوى 77 دولار ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي وشاهدنا الافتتاح بفجوة سعرية صاعد الغاز الطبيعي وحقق الهدف الأولي على إثرها والماثل عند مستوى الأربعة وحتى اللحظة إذا نجحت التداولات للغاز الطبيعي باختراق مستوى الأربعة سوف نشاهد اكتساب الغاز المزيد من الإيجابية واستهداف مستويات 4.20 و4.50 ومحاولات الإغلاق الفجوة السعرية الذي تكونت سابقا في السادس من ديسمبر من العام 2021 وحتى اللحظة أخواني العزاء استمرارية الغاز الطبيعي على مستوى 3.60 لا يزال يضعه في ظل النظرة الإيجابية وفي ظل السيناريو الإيجابي وهو المرجح فنيا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونلاحظ أن مؤشر الداو جونز والآخر قد راجع بعض الشيء خلال الجلسات السابقة وحتى اللحظة تداولات مؤشر الداو جونز دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ودون مستوى 36.600 لا يزال يضعه في ظل التصحيحات العميقة نوعا ما ويضعه تحت الضغوط البيعية ولكن بالمجمل استمرارية تداول مؤشر الداو جونز أعلى مستوى 35.500 على المدى المتوسط لا يزال يضعه إيجابي ولا يزال يعتبر ويصنف الهبوط الحادث في مؤشر الداو جونز هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر وعبارة عن حركة صحية للأسعار وكسر مستوى 35.500 هو الذي سوف يغير مسار الداو جونز ويعيده إلى المسار الهابط مجددا ولكن طوالما الأسعار تتداول أعلى مستوى 35.500 لا تزال هناك فرصة لمحاولة التجميع واختراق مستوى 36.600 والذي باختراقها سوف نشاهد قمم تاريخية جديدة وأرقام قياسية لمؤشر الداو جونز قد تصل لمستوى 37.600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونلاحظ أن مؤشر الداكس والآخر يتداول دون مستوى 16.130 ويلامس المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولكن بالمجمل ثبات التداولات أعلى مستوى 15.650 لا تزال تضع مؤشر الداكس في ظل المسار الإيجابي فنيا ولن نستطيع أن نشاهد تحقيق المزيد من المكاسب لمؤشر الداكس إلا باختراق مستوى 16.130 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أندبورز الاس بي فايف هندرد وهو الآخر يتعرض لضغوط بيعية شديدة ويقترب من مستوى الاربع الف ستمية وخمسة وسبعون والذي إذا نجح بكسرها سوف يعود الاس بي فايف هندرد بشكل رسمي إلى المسار الهابط ويستهدف مستوى اربع الف ستمية وخمسون واربع الف وخمسمية وسبعون كأهداف منتظرة خلال المدى الأسبوعي ولن يستطيع الاس بي فايف هندرد التحرر من الضغوط البيعية إلا بعودة التداولات مجددا أعلى مستوى أربع الف سبعمية وخمسون إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ويلامس مؤشر النازدك منطقة دعم محورية هامة جدا وتصنف فنيا كنقطة المحور ونقطة البايفت وهي مستوى الخمسة ألف وخمسمية وخمسون والذي بكسرها سوف يتعرض مؤشر النازدك للمزيد من الخسائر الذي قد يستهدف من خلالها مستويات خمسة ألف ومائتين واربع عشر ألف وثمانمية خلال التداولات القادمة ولن يستطيع مؤشر النازدك استعادة الإيجابية إلا بعودة التداولات أعلى مستوى ستة ألف مجددا إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا فقط التحليل الفني الأسبوعية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا منيطي بالتحيات وفي أمان الله